إذا كانت كل الطرق تؤدي إلى روما فهل تؤدي روما بنتائج انتخاباتها الأخيرة لمزيد من نفوذ اليمين المتطرف في أوروبا؟ سؤال بدأ يتداوله الكثيرون لا سيما المهاجرون في أوروبا بعد أن فازت رئيسة حزب أخوة إيطاليا جورجيا ميلوني بالانتخابات المباكرة التي جرت الأحد والتي توقعت استطلاعة الرأي نتائجها حتى قبل أن تبدأ ميلوني صاحبة الـ 45 عاما تجسد مخاوف المراقبين من صعود العنصرية في أوروبا إذ تمثل الفاشية الجديدة التي تمكنت من تحسين صورتها للوصول إلى السلطة على نحو ما جرى في بلدان أوروبية عدة وتشمل أولويات الزعيمة الإيطالية الجديدة إغلاق الحدود لحماية البلاد بما تسميه المدى الإسلامية الحاضرة بقوة مع الهجرات المتتالية منذ ثورات الربيع العربي وهي نفس الأولويات التي تتبناها بعض الأحزاب التي فازت في الانتخابات الأوروبية خلال السنوات الأخيرة كحزب ديمقراطي والسويد وحزب القانون والعدالة البولندي وحزب فيديزيز المجاري وحزب الجبهة الوطنية في فرنسا أحزاب بدأت تسعى لبناء تحالف جديد لتعزيز نفوذها على مستوى الاتحاد الأوروبي متعدية حدود بلادها إلى فضاء أرحب يشمل القارة العجوز ومع الأزمات الاقتصادية التي تعيشها أوروبا فقد بات خطاب اليمين المتطرف أكثر قبولا لدى المواطن الأوروبي الذي يعاني من التضخم والبطالة ويجد في المهاجرين شماعة يمكن تعليق إخفاقات حكوماتهم السياسية عليها لتبقى روما هي الطريق الأقرب ليسلكه اليمين المتطرف لتحقيق غاياته مع اقتراب مئوية زحف موسولين رمز الفاشية في العالم